السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في الرياضيات للسنة السادسة التلاهي الوحدة الخامسة إذن في هذه الحصة لدينا درس النساحة الجانبية والكلية في الصفحة 97 من كتابي الجديد إذن ننتقل إلى الصفحة 97 إذن لدينا تقريباً عشرة تمارين إذن هي حصة الاستثمار سنوظف فيها تقريباً نفس الموضوع ألا وهو حساب المساحة الجانبية والكلية لكل من الموشور القائم والأسطوان إذن نبدأ بالتمرين الأول أحسب المساحة الجانبية والكلية للموشور القائم إذن لحساب المساحة الجانبية والكلية لا بد أن نحسب المساحة الجانبية سأولاً إذن نحدد المساحة الجانبية ثم بعد ذلك نحدد مساحة القاعدة وهنا يجب أن نفرق بين القاعدة كمساحة والقاعدة كظلع لأن هنا لا بد أن نخلط بين القاعدة مثلاً قاعدة متلت وهي عبارة عن ضلع وبين المساحة القاعدة مساحة القاعدة يعني قاعدة الأسطوان أو قاعدة الموشور ثم في النهاية نحدد المساحة الكلية إذن ماذا تساوي المساحة الجانبية؟ بصفة عامة كل مساحة جانبية تساوي محيط القاعدة في الارتفاق ومساحة القاعدة على حسب هي مساحة شكل القاعدة مساحة شكل القاعدة إذا كانت لدينا القاعدة عبارة متلت نحسبها كقاعدة متلت كمساحة متلت كانت عندنا عبارة عن شبه من حريف نحسبها على شكل شبه من حريف يعني احنا تعلمنا حساب المساحات قياس حساب المساحات إذن نحسب تلك المساحة ومساحة الشكل متاع القاعدة وبالتالي في النهاية شنو غادي تغطينا؟ إذن هادي S، هادي SL، هادي S de base إذن السورفاس لطراء وهدي السورفاس دباز إذن المساحة الكلية غادي تكون كتساوي السورفاس دباز بلف جوج من السورفاس دباز بلف SL كتساوي S total إذن هاد الرموز غادي نحاول نستعملهم كثيرا إذن S total هي المساحة الكلية إذن هادي S total وهادي Sで base المساحة الكلية دائماً سنبدأ نجمع المساحة الجانبية ونجمع معها جوج ديال إذن هذه هي S دوباز وهذه هي S لاترال و S تطال هي المساحة الجانبية التي تشكل من هذا الشيء ونجد عليها جوج ديال S دوباز لأنها دائماً لا بالنسبة للأسطوانة أو المشروع القائمة دائماً لديها جوج ديال القاعدة ونجمع هذه القاعدة التي سنستعمل إذن سنبدأ بS لاترال محيط القاعدة هو عبارة عن متلت متلت نشوفوش عنا الأضلع متاعه نعم عنا المحيط متاع الأضلع متاعه دونك عنا خمسة فصيلة ثمانية هذا الضلع الأول وعنا سبعة فصيلة ثمانية الضلع الثاني وتسعد هو الضلع الثالث إذن هذه هي أضلع المتلت هي اللي كتشكل لنا هذا المحيط فهذا المحيط اللي هو محيط القاعدة نضربه في الارتفاع أين هو الارتفاع؟ الارتفاع أعطوه لنا هنا هذا هو الارتفاع إذن إذا أريد أن نجمع سعود زائد سبعة فصيلة ثمانية زائد خمسة فصيلة ثمانية ثم نضرب كل شيء في سبعة وهنا سنحصل على المساحة الجانبية بسنتيمتر مربع إذن قبل أن ندروا العملية الحسابية سنحسب S2Bars S2Bars ماذا تساوي؟ S2Bars اللي هي مساحة القاعدة القاعدة عبارة عن متلت عبارة عن ماذا؟ عن متلت هذا المتلت هذا هو هذا المتلت لأن القاعدتين متقيستين هذا المتلت هذا نحن نعرف باش نحسبه مساحة المتلت كنضربه القاعدة ولكن القاعدة كضلة ليس القاعدة هنا دبق نقص نفرقه إذن هنا القاعدة نتعلم متلت كضلعية هذه سنضربها في الارتفاع لنحصلها على مساحة المتلت ولكن نقسمها على اثنان هذا الشيء تعلمناه خلال الأسبوس الأول إذن المساحة نتعى القاعدة أه طن تعى القاعدة شحال تسعود إذن تسعود سنضربها في الارتفاع شعطوني هذا الارتفاع كي يساعدني على المساحة إذن في خمسة نقسم على جوج ثم في النهاية سنلقى مساحات القاعدة أما المساحة الكلية إذا أريد أن نحسب المساحة الكلية ططا إذن سنجمع ذلك الشيء الذي سنلقى هنا ولكن سدوباز إذن هي سل بليس جوج سدوباز هذه العلاقات سنبدأ نكررهم في هذه الحصة عدة مرات إذن سنجمع العمليات الحسابية فهو درس صراحة سهل ولكن يبغي شوية الحسابات فيه شوية الحسابات وفيه شوية التركيز لأن مرة يعطينا الديسيماتر مرة يعطينا السنتيماتر مرة يعطينا إذن نفعل العملية الأولى إذن لدينا تسعود إذن تسعود زائد 7.8 زائد 5.8 هذا الشيء سنضربه فاش في سبع نضربه في سبع إذن بالنسبة هنا يرجعنا 95.9 هذا المساحة الجانبية هذا هو السؤال الأول 95.9 بالنسبة للسؤال الثاني هو مساحة القاعدة اللي هي عبارة عن موثلة هي 45 على جوج 45 على جوج 22.5 إذن هذه هي المساحة بعض إذن نحسب المساحة الكلية المساحة ما سنضربه؟ لأن هنا أتظار هنا من الحسابات كثيرا يجب أن تركيز يكون وصل القمة هنا سنحاول إذن هنا الجواب هو 158 جوج إذن هذه المساحة الجانبية مساحة القاعدة نريد أن نصيغ المساحة الإجمالية الطوطة الكلية إذن هي 158 جوج سنزيد عليها الجوج مضربة في المساحة انتع القاعدة انتع المثلة وهنا سنلقى النتيجة النهائية سنتيمتر مربع إذن سنضرب عملية حسابية سنلقى 203 إذن 20 وثلاثة فاصلة جوج إذن هذه المساحات المطلوبة لدينا هذه وعندنا هذه 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 المساحة الجانبية وهذه المساحة الكلية إذن ننتقل التمرين الاثنان التمرين الاثنان يمثل كل شكل نشرا لأسطوانة قائمة وحسب إذن ما سيطلبون لنا المساحة الجانبية إذن لاحظوا المساحة الجانبية والكلية ولكن هذه المرة لكل من الأسطوانتين إذن هنا سنرسم هذه في سنأخذ الأسطوانة واحد ثم الأسطوانة جوج ثم سنحاول الرسم إذن سنبدأ الرموز ثم 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 هذه هي الجانبية هذه هي القاعدة وهذه هي المساحة الجانبية المحيط عندنا عندنا P2 باز هنا P2 باز P2 باز P2 باز المعطيات هنا مختلفة على التمرين السابقة إذن هنا أعطونا المحيط متاع القاعدة وأعطونا ارتفاع وهنا أعطونا المحيط متاع القاعدة وأعطونا ارتفاع يعني إذا بغينا نحسبون المساحة الجانبية كيف نضربوهم بعضيتهم بالنسبة للأسطوانة الأولى سأخذ 28.26 إذن 28.26 ونضربها في 9.5 وهو الارتفاع ونلقى المساحة الجانبية كما يترمو ربع بالنسبة للأسطوانة جوج لدينا 18.84 وهي محيط متاع القاعدة ونضربها 12 والنتيجة يجب أن نلقعها بسنتيمتر مربع كما تلاحظون هنا أعطونا المترة هنا فهنا الأخطاء وارد جدا هنا يجب أن نتابعه جدا فأنا أركز المكسيمو إذن هنا نضرب عمليات الحسابية لكي نلقوا المحيط المساحة المساحة الجانبية إذن نضرب 28.26 قد نضربها في 90.5 ثم 18.84 قد نضربها في 12 إذن السلاترال ما تتساوي بالنسبة للأسطوان الأولى إذن 168 فاصلة 47 متر مربع بالنسبة للأسطوان الثانية السلاترال ستساوي 126 فاصلة نحسب المساحات الجانبية نحسب المساحات القاعدة المساحات القاعدة لا أعطونها لأنها أستوانات لا يوجد شع لأنه لنحسب المساحات القاعدة يجب أن نحسب الشعع ولكنهم أعطوني الموحيد يجب أن نتخرج شعع يجب أن نحسب المساحات الجانبية نحسب المساحات القاعدة نحسب المساحات القاعدة كيف يفعل ذلك؟ بالنسبة للدائرة ماذا يفعل؟ نحسب المساحات الجوش بر أو نحسب المساحات الجوش مضروبة في ر مضروبة في بر هذا المساحات سيقوم بعمل 28.26 يعني أنا لا أعطي ر إذا أريد ر سنقوم بعمل ر سيقوم بعمل 28.26 وسنقسمها على جوش بر على جوش بر هذه القاعدة اللي سنستعملها بالنسبة للأسطوانة الأولى بالنسبة للأسطوانة الثانية عندي ما سيقوم بعمل لموحية نتاع القاعدة اللي هو 18.84 وسنقسمها على جوش بر يعني 18.84 سنقسمها على جوش 3.14 لأجيدة ر إذن ر سيقوم بعمل 28.26 هنا مقسومة على جوش 3.14 سنقوم بعمل عملية حسابية لكي تلقى هذا جوش ذلك إذن ر تساوي إذن بالنسبة للأسطوانة الأولى الكبيرة إذن لدينا 28.26 مقسومة على جوش 3.14 سنقوم بعمل لدينا المستوانة الثانية 18.84 مقسومة على جوش 3.14 إذن بالنسبة للأسطوانة هذه ر يساوي 3 سنتيمتر وهناك يساوي 4.5 سنتيمتر إذن هكده إذن هكده إحنا لقين الأشعة إذن الشوع عندها هذه الأسطوانة هو 4.5 متر وهنا ثلاثة سنتيمتر لأن هنا الواحدة متر هنا سنتيمتر إذن هكدنا إذن هكدنا لنشعر لنحسبه مساحة القاعدة إذن مساحة القاعدة س ما لدينا عبارة عن أقراص يعني هي R في R إذن ربعة فاصلة إذن ربعة فاصلة خمسة ثلاثة فاصلة ثلاثة فاصلة هنا س قريح ثلاثة ثلاثة تُساوي ثلاثة 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 فاصل آربعتا coco إذن الموضوع لدينا الشوعاء ما لدينا إذن بالنسبة أسطوانة ضلعة آربعة ثلاثة ثلاثة فاصلة آئد إذن أردعة فاصلة خمسة فربعة فاصلة خمسة ثلاثة فاصلة إذا و هنا 3.14 المساحة القاعدة تضعنا المساطة المتر مربع و هنا المساطة المربع و هنا المساطة المربع و هنا 11.780 و هنا 28.26 المساحة الكلية ماذا تساوي استطال تساوي المساحة الجانبية التي سبقنا حسبناها و سنزيد عليها جوج من المساحة القاعدة إذن 268.47 زائد جوج مضربة و هنا تساوي 18.780 و هنا سنزيد المساحة الكلية و هنا تساوي 20.26.08 و هنا نجد المساحة الكلية 268 زائد جوج مضربة 19.78 ثم المساحة الأخرى هي 226 زائد جوج مضربة 28.26 المساحات النهائية ماذا تساوي إذن المساحة الكلية إذن هنا المساحة الكلية كتساوي 308.034 وهنا المساحة الكلية 282.6 إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين إذن هذه المساحة الكلية تعادل أسطوانا وهذه المساحة الكلية وهذه المساحة الجانبية إذن ننتقل إلى التمرين الثالث إذا لاحظوا هذا الشيء كي يريد شوية التركيز هو ماشي صعب إذا انتقلوا التمرين الموالي التمرين الموالي وحسب المساحة الجانبية ونفس السؤال الجانبية والكلية ولكن الموشور مختلف إذا هنا بدلولينا الموشور بدلولينا القاعدة نتاعو وبدلولينا الطريقة لتعطى التمرين إذا كل تمرين يختلف على الآخر هنا شنو قالونا قالونا بأن أبي وصدي وآدي وابس شنو هما هما الأضلاع انتاع هذا الشي بهمون حاليا هادو شنو غادي يساعدوني لحسابي الموحيط منتاع القاعدة لأن باش نحسب أنا إذا نرجع هنا يا السؤال مساحة الجانبية نتاع هذا الموشور المساحة الجانبية ثم مساحة القاعدة ثم المساحة الكلية ثم السؤال س هنا س estimates Is لله هي مساحة هي محيط شبه منحارف. اذا هنا عنا اب يعطونا كيساوي جوش وصلة خمسة هو هذا. اذا هذا جوش وصلة خمسة. اه صدي كيساوي اه سبعة. اذا هذا سبعة. ثم اب دي كيساوي اربعة. ثم بيسي كيساوي خمسة. ثم جادونا واحد المعلومة اب بيسي دي شبه منحارف ارتفاعه. فهنا الارتفاع اللي كيهضروا لنا عليه. وهذا. فيما يفيد هذا الارتفاع? هذا الارتفاع اللي تطول متع وجوش حصلة ثمانية. هذا غاد نحسبو به ماذا? غاد نحسبو به مساحة شبه منحارف. مساحة القاعدة. مساحة لباز انتع شبه منحارف. انتع المجسم. ثم الارتفاع بيسي. بيسي هذا بلش نحسبو به المساحة الجانبية اللي هو تستعيد. اذا هنا كل معطيات متوفرة. اذا غاد نحسبو اس لطيرا. اذا اس لطيرا ماذا تساوي? اذا كتصم المجموع انت على اضلعت شبه من حريف نضرب في تسعة. اذا محيط القاعدة في الارتفاح كي اعطينا المساحة الجانبية. اذا لمحيط متاع القاعدة شنو هنديرو سبعة زائد جوج ونص سبعة زائد جوج فاصيلة خمسة زائد ربعة زائد خمسة. فهذا الشي غا نضربه في تسعود. هنا المساحة الجانبية لانتبه في تسي متر مربع. لاحظة وحده جديدة لكانها واحدة اخرى. هذه بانسبة المساحة الجانبية. المساحة هي القاعدة عبارة عن شبه منحارف. اسمنا بان مساحة شبه منحارف ماذا تتصم? يعني تتصمي pronounced la grand base plus la petite base plus H divided par 2. هل هي مساحة شبه منحارف. هل أحصل على a grand base? الغراند باز هي السبعة زائد الغراند باز هي أش في الارتفاع وهذا اللي درناب الحمر هنا و اعطوه لنا كي سويجي فسيلة ثمانية قسم على اثنين اذا دي سيمتر مربع اذا من بعد غاد نخرج المساحة الكلي اذا هل نحسبو دباء اولا المساحة على القاعدة سوف نفتح القوس لدينا سبعة زائد جوج فاصلة خمسة زائد ربعة زائد خمسة ثم نضرب في تسعة ثم نتيجة حركة أعطينا مئة وستة وستين مئة وستة وستين فاصلة خمسة دي سيمتر مربع هذه مساحة مساحة القاعدة سوف تكون سبعة زائد جوج ونصف سبعة زائد جوج ونصف نضرب جوج فاصلة ثمانية نقسم على جوج حركة أعطينا 13 فاصلة ثلاثة 13 فاصلة ثلاثة إذن هذه مساحة مساحة الجانبية موشور وهذه مساحة القاعدة إذا زائد جوج مضربة ١١٣٣ إذن ١٣٣ فاصلة ١٠٠ ديسيمتر مربع من هذه استطاع انتعهد المشهود ١٣٣ فاصلة ١١ إذن هذا بالنسبة للتمرين الثالث التمرين الرابع إذن التمرين الرابع طلبونا فقط المساحة الجانبية معناش معطايات كافية لكي نحسب المساحة الكلية ولهذا شي مرة سرى ما يطلبونا على حسب اللي لدينا هنا ما كان مصلح لناش معطايات لأنه ما عندناش مساحة هذا الخماس لأن هذا مشور قائم مساحته قاعدته عبارة عن خماس فإذا بغينا نحسب المساحة الجانبية رياله إذن إذن المساحة الجانبية ماذا تساوي إذن كتساوي هي مجموع الأضلاع التي تشكله موحيط الخماسي إذن الخماسي فيه خمسة ديال الأضلاع هذه نجمعه ثم نضربه في ارتفاع اللي هو 10 والنتيجة سنتيمتر موربع إذن لدينا الأضلاع تمانية زائد أربعة زائد سبعة زائد خمسة زائد ستة هذي دباه هذا موحيط إذن هذا الموحيط هذا موحيط نتاعه المجسم هذا لأن هذه القاعدة ستساوي هذه إذن الأضلاع بحال بحال وبالتالي نضربه في 10 إذن هنا يقدر ندريه عملية حسابية هنا 10 وهنا 15 20 إذن 30 إذن هي 30 في 10 إذن ستساوي 300 سنتيمتر موربع إذن هذا ندرينا عملية حسابية دهنية محتاجة لنشكلة الأدريس إذن هذا التمرين هذا هو التمرين الرابع ننتقل إلى التمرين الخامس موشور قائم ارتفاعه إذن اللحظة هذا بشنو لو كديرو التمرين التمرين موقعوش كعطونا الشكل كيعودونا أننا نتعاملو مع مع النصوص إذن موشور قائم ارتفاعه وقاعدته مسواز أضلاع حيث أنشئ تمثيلا لهذا الموشور ثم أحسب الجانبية إذن هنا طلبونا فقط كذلك المساحة الجانبية إذن هنا سنحاول نرسمه شكل غير يدينا بلما نستعملو هنا لنحاولو هنا لا نرسمه بالضبط سبعة خمسة سيأتي كبير وبالتالي شنو غدي نديرو غنحاولو الرسمه واحد مثلا هنا واحد الدلع نديرو فيه جوج ودلع آخر مثلا غنديرو فيه واحد جوج واحد والارتفاع نديرو واحد الارتفاع معين ما غديش نحطر من القياسات لإن إلا قلنا إلا احطر من القياسات ما دي جينا شكل يعني كبير بزر إذن هنا مثلا هذا الشكل الأول لإن الموشور القائم دائما خصنا نعرفه بأنه هو عبارة عن ماذا؟ وعبارة عن المستطيلات إذن هذا هو الموشور القائم بقالينا نرسمو الضلع مسوازية الأضلع دون مشر نتسعه قليلا نحطه عليه القياسات إذا دون مشر نتسعه هذا المساوي إذا رسي فاعش حال حداش فاصيلة خمسة إذن هاد الأضلع كلها ارتفاعات تمتيل حداش فاصيلة خمسة عنا الضلع الكبير دياله سبعة ديال المتر هنا أمطار وهنا خمسة متر إذن هذا هو المتع عنا هادو عوثاني متقيسي وهادو متقيسي إذن هكدا هادو تمتيل متاع هاد المجسم هذا إذا بغا نحيزبون المساح الجانب إذن المساح الجانبية إذن شنو غاد نستعمل إذن المساح الجانبية اس لطيرال مساح الجانبية ماذا تمتيل إذن اس لطيرال كتساوي هي المساحة هي المحيط عفوا متاع متوازي الأضلع لأن قاعدته هي هذه هي عبارة عن متوازي الأضلع خاصة نكونوا كنعرفوا مساحته عفوا نمشي مساحته محيطه عفوا محيطه إذن هي محيط متوازي أضلع وهذاك المحيط سنضربه فش في الارتفاع إذن P2 باس متوازي أضلع محيط هذا المتوازي أضلع بحل مستطيل هذا في جوج وهذا في جوج جوج أضلع صغر و جوج أضلع كبار إذن هذه هي المحيط متاع متوازي الأضلع وقد نضربه فش في الارتفاع الارتفاع أعطوه هنا هو 11.5 إذن هذه المساح الجانب إذن هنا تعطينا 24 هذه كتبتنا 12 في جوج 24 في 11.5 إذن نتجابها في المتر و المتر مربع إذن كيف نفعل العملية الحسابية نرى ماذا تعطينا إذن 24 مدربة في 11.5 إذن 20 و 7 20 و 7 20 و 7 متر مربع هي المساح الجانبية هذا التمرين السادس ننتقل إلى التمرين أكوان الخامس هذا هو السادس الأسطوانا ما الذي نكون؟ المساح الجانبية و المساح الجانبية و المساح الجانبية هنا أعطونا جوج أسطوانة وأعطونا الشوع وأعطونا آش هذه الحالة العادية التي نعرفها إذن سنكون هنا أكوان الخامسة اللي R نعرفها بR ثم لأسطوانة R يسوي إذن لولش حل شوعة نتاعها خمسة والخرة 4 دل الأسطوانة اللي شوعة نتاعها خمسة ولأسطوانة اللي شوعة نتاعها 4 والأغسيفة كذلك إذن هنا هنديرو S لطيرا وهنا S لطيرا وهنا S طيرا وهنا هكذا سوف تعودنا على هذا الرمز إذن السلطيرا ماذا تفعل؟ هي موحيط القاعدة إذن موحيط شنو كيساوي خمسة جوج خمسة في ثلاثة فاصل أربع عشر هذا الموحيط دي القاعدة ونضربها في ارتفاع ارتفاع الناسبة بالنسبة لهذه جوج فاربعة في ثلاثة فاصل أربع عشر والارتفاع ستونس متر مربع لشنو عنا سنتيمتر مربع إنما عنا هنا واحد القاعدة لأن هنا عنا سبعة دي سيمتر فهنا كين حتيما لأنهم يكونوا غلطوا وكين حتيما لأنهم يكونوا مقصود حانا هنمحوا معهم-وقد مراتز وستدرونها سبعين لارتفاع سبع أرvana لأن سبعة دي سيمتر وجاءة جوجľud سبعين سنتيمتر إذن باش ننوحدوا الوحدات ولقد كنا نتوافق في الوحدات أذن هذه سنちょناس دا قاعدة إلى السنتيمتر وجوكي سبعين سنتيمتر سنذهب معهم في نفس الطريق حانا هل ابرينا ثقما نحسبوا أين يكون النتائج بالزاجة الأن شيء كيف كان قاعدة؟ هنمحوا نقوم بتحسابات لذلك لدينا جوج 3.4 في 70 ثم بالنسبة للأسطوانة الأخرى جوج 3.4 في 70 لذلك هذا الشرك يريد التركيز فوق القياس لذلك كيف تكون النتائج؟ بالنسبة للأسطوانة الأولى لدينا 2198 لذلك 2198 سنتيمتر مربع لأن هناك 70 كبرت لدينا المساحة وهنا 163.28 هذه المساحة الجانبية المساحة القاعدة ماذا تساوي؟ لدينا شعاعات إذن R في R في B إذن يعني 5 في 5 في 3.14 هذه مساحة القرص هنا عوساني 4 في 4 في 3.14 النسجة بسنسيمتر مربع إذن نغطي الإسطوان إذن نغطي إذن الأولىنا نغطي إذن يعني 5 في 5 في 5 في 3.14 إذن يغطي إذن فاصلة 5 ثم ثم لدينا 4.4.3.4 50.4. هذه المساحة المساحة القاعدتين عندما نريد S total ماذا سنفعله في S total؟ هي S2 base هي S2 lateral وهي 2198 ونزيد عليها 78.5 هنا المساحة الجانبية 163.28 ونزيد عليها 50.14 ثم نلقى النتائج سنتيمتر مربع ندل العملية الأولى إذن 2198 زائد جوج مضربة 78.5 إذن كسطينها 2355 سنتيمتر مربع إذن هذه المساحة الجانبية وهذه المساحة الكلية ومالت البولينة ثم بالنسبة لهذا الأسطوان الأخرى سنتيمتر مربع 163.28 سنتيمتر مربع 50.24 سنتيمتر مربع 163.26 163.26 هناك هذه المساحة الجانبية وهذه المساحة الكلية وهذه المساحة دوباز ستكون عبارة عن مرحلة إذن هذا من نسبة لها التمرين رقم 6 التمرين السابع التمرين السابع هو عبارة عن جدول هنا إذا لاحظت مرة أعطونا الشعاع والارتفاع هذه الحالة التي نستعملها دائما غالبا أعطونا الشعاع لأن الأمر يتعلق باش إذن عندنا الشعاع والارتفاع سنحسبوه المساحة الجانبية مساحة القاعدة مساحة كلية هذه الجدول اللي أعطوك أذكر عندي ولكن هناك نشوفوا حالات خاصة يعني مرة هذا المرة أعطونا غير ارتفاع مساحة القاعدة هنا أعطونا ارتفاع المساحة الجانبية ونحن نتخرجوا الباقي إذن سنبدأوا بالحالة الأولى اللي هي أعتيادية وسبق لي أن تعرفنا عليها إذن هنا نأخذوا واحدة الورقة المستقلة إذن لدي الأمر يتعلق بأسطوانا إذن ماذا تساوي S مساحة الجانبية إذن عندي الشعاع إذن سنضرب الشعاع في 3.14 في الارتفاع 15 هذه المساحة الجانبية ثم المساحة القاعدة القاعدة سدوباز ماذا تساوي 6 شعاع في الشعاع في 3.14 المساحة الطوطار الإجمالية ماذا تساوي هذه زائد جوج من هذا إذن هنا يجب أن نحسبه هذا إذن نحسبه أولا إذن 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 نحسبه إذن نحسبه إذن 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 عندنا إذن إذن جوج 3.14 هذا موحيط القاعدة ونضربه في الارتفاع بإذن نحصله على المساحة الجانبية ثم عندنا 6 6 6 3.14 إذن هنا وجدنا 565 6 6 6 6 6 6 7 7 إذن 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 565 6 6 7 8 9 10 إذن نقوم 6 9 1 8 7 1 1 1 2 1 1 مساحة القاعدة 113.04 ثم المساحة الكلية 791.28 إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى هذه الحالة معروفة الحالة الثانية الحالة الثانية هي اللي خلصنا نشوفو كيف نديرو ده بعنا رطيفة وعنا مساحة القاعدة شكل اللي غدين قدر نحسب الأول واش نحسب الشوعاء واش المساحة الجانبية واش الكلية الكلية بعيدة كلية يناموتين ليتبعنى جوجل المساحة الجانبية وقاعدة الموشور أو للأسطوة لا نقدر نحسب الكلية إذن الكلية آخر شيء مقالية بين الشوعاء والمساحة الجانبية المساحة الجانبية لا نحسبها لديش شوعاء إذن الشوعاء هو اللي عنده الأولويات إذن من المسايات يصدف الشوعاء من هاتف 314 إذن أولا نحسب remaining washout بعد برحنا في الحالة الثانية الشعاع شنو غدي يساوي احنا كان عارفو مساحة مساحة القاعدة ماذا تساوي هي الشعاع الشعاع في 3.14 وخصص ساوينا 314 طي لا بغيز انا الشعاع خصني نحسب اولا الشعاع في الشعاع الشعاع في الشعاع ماذا يساوي 314 مقسموه على بي اذا اولا نحسبو الشعاع في الشعاع اذا الشعاع في الشعاع ساوينا 100 اذا شنو العدد اللي غنضربه في نفسه اعطيني 100 هو 10 اذا الشعاع يساوي 10 سنتيمتر اذا هذه هي طريقة حساب الشعاع انا لقيت الشعاع ومن لقيت الشعاع سهلت علي كل شي لماذا لان صافي الشعاع هو اللي يحلل لان رجعت للحالة اللولى الحالة اللولى اللي كان عارف نقدر نحسب مساحة الجانبية اذا المساحة الجانبية مساحة الجانبية اذا ماذا تساوي اسلطرال اذا تساوي جوج شعاع 3.14 هذا الموحد دي القاعدة دي الدائرة ثم غنضربها فاشر الصفاء اللي عندي 16 اذا هذه اسلطرال نقوم بعمل العملية حسابية اذا لدينا جوج نقوم بعمل العملية حسابية 3.14 26 اللي هو الارتفاع متع الاستوان نتيجة 1632.8 سنتيمتر اذا هذه المساحة الجانبية اذا بقى المساحة الكلية ماذا تساوي اذا المساحة الكلية اسلطرال تساوي 1632.8 سنزيد عليها المساحة الجانبية التي هي 3.14 حيث المساحة الجانبية كانت تساعدة لين في جوج اذا هنا اخص انتباه اذا نقول لكم هذا الشي يبغي التركيز اذا جوج مضربة 3.14 نتيجة نهائية 1260 المساحة الجانبية المساحة الجانبية المساحة القلية المساحة الجانبية المساحة الجانبية ما هو المقاطط في الشعاع ولا dt أول حاجة نحسبها كذلك في الحالة والشعاع. إذن أولا الشعاع. كيف نحديد الشعاع؟ الشعاع. إذن عندي المساحة الجانبية. من خلالها سنخرج الشعاع. إذن المساحة الجانبية كيف نحديد الشعاع؟ سنقوم بـ 3.14.25. سنقوم بـ 785. إذا الان تريد الرابط من خلالها. ماذا نقوم بـ 6.75 . إذا سنقوم بـ 785. سنقسم على هذا الشيء كامل إذن R كيساوي 785 مقسم على هذا الشيء بين القوصين إذن هي جوج 3.14 و 25 إذن هذا سيجعلني نحسب الشوع إذن جوج كيساوي الشوع إذن 785 مقسم على جوج 3.14 و 25 إذن الشوع كيساوي 5 سنتيمة إذن الشوع كيساوي 5 سنتيمة إذن الشوع كيساوي 5 سنتيمة هذه الحالة الثالثة إذن دابا مني عندي الشوع عندي ارتفاع صفية عندي كل شيء أنا كنستطع نحسب دابا المساحة نسعة القاعدة المساحة نسعة القاعدة غادي تكون إذن اسدباز هذه تساوي الشوع الشوع في الشوع في 3.14 خمسة في خمسة في 3.14 إذن هنضروا خمسة في خمسة في 3.14 إذن كيساوي 78.5 78.5 إذن هذه مساحة القاعدة دابا المساحة الإجمالية اللي هي اسططال ماذا تساوي هي المساحة الجانبية زائد جوج في 78.5 إذن هذه مساحة القاعدة في جوج زائد المساحة الجانبية إذن 785 زائد جوج تساوي ثانية زائد جوج نعم تساوي 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 حسنا صحنا كيساوي إذن هذا بالنسبة للتمرين السابع. ننتقل إلى التمرين الثامن. أستوانة قائمة ارتفاعها أش وشعاع قاعدتها. إذن هذه حالة عادية. هي اللي كنعرفة. أرسم تمثيل لها وحسب مساحتها الجانبية والكلية. إذن مساحة الجانبية والكلية. تمثيل ديالها. بطبيعة الحال الأستوانة بين الرسم والتنتين ساعها. إذن نأخذ واحد لمستطيل. مستطيل بحلقة. سنقوم بها 12 ديسيمتر. 12 ديسيمتر بزدادة. هي 120 سنتيمتر. وبالتالي سنقوم بتقدير. نقوم بتقدير ما تعلمنا في التصميم. سنقوم بتقديري. لماذا نقوم بتقديرها حقيقة. نقوم بتقدير واحد نحن نعرف بأن هذا هو النشر نسعة. ثم نأخذ البركار. ثم نحاول نحدد واحد. مثلا واحد سنتيمتر ونسف. على نقوم بتقدير المركز. ثم نقوم بتقدير واحد سنتيمتر ونسف. حتى نقوم بتقدير المركز. ثم نأخذ بالبركار سنتيمتر ونسف. يعني انطلاقا من هذا النقطع. ثم نرسل دائرة. وكذلك نطلاقا من هذا النقطع. ثم نرسل دائرة. دائرة. الآن دونناه شغل صعالة ونسفيرها. نقوم بتقدير المركز من الدائرة. إذا لدينا هذا 12 ديسي متر ارتفع. 12 ديس متر. والشعاء لديناه ثلاث ديسي متر. نحن قدرنا الشوعة لأنه كما قلنا الديسيمات الراتبية إذن هذه الأسطوان المساح الجانبية تمرين هذا 8 إذن بالنسبة للمساح الجانبية نحن تعودنا للمساح الجانبية إذن S لطيرال S لطيرال ثم S لطيرال إذن قبل أن نكتبه نعتمد على الحروف أكثر إذن لدينا S لطيرال إذن محيط القاعدة إذن ثلاثة في جوج الشعان تاعها ثلاثة سنضربوه في جوج ونضربوه في ثلاثة فاصل أربعة عشر ونضربوه كوشي في آش اللي هو طيرال النتيجة باش في سنتيمتر مربع بالنسبة للمساح القاعدة إن الشعاع ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة فاصل أربعة عشر ثم إن فوغا نلقاه هادي من هادي غادي نجمعه على الآخر كما العادل إذن هنا جوج جوج ثلاثة ثلاثة فاصل أربعة عشر فاطل أربعة عشر هذه المساحة الجانبية إذن ميتين وستة عشرين فاصل أربعة عشر فاصل أربعة عشر 28.26 المساحة الكلية ستكون هي 226.08 سنزيد عليها الجوش في 28.26 يعني هذه زائد الجوش من هذه هذه خصنة دائما تكون لدينا في الدهن النتيجة إذا لاحظوا ديسيمتر ديسيمتر مربع نعرى التركيز لا بد من التركيز ديسيمتر مربع إذن لدينا 226 زائد الجوش مضربة 28.26 إذن نتجة النهائية هي 282.6 إذن هذه المساحة 282. فعلا فعلا إذن هذا كل ما يتعلق به التمرين الثامن ننتقل إلى التمرين الثامن موشور قائم ارتفاعه وقاعدته مربع ومساحته الجانبية أنشئ تمثيلا لهذا الموشور القائم وأحسب مساحته الكلية إذن هنا طلبوا لنا غير مساحة الكلية ولكن طلبوا لنا المشر كيف يقولون أنه تمثيلا يعني أنه موشور إذن سوف نحاول الرسم هنا يلاحظوا جيدا ما دامت مساحة القاعدة هي عبارة على المربع فهنا خصنا خصنا المستطيلات الجانبية خصنا نفس الأخر لذلك هنضرو في كل واحد سنتيمتر وبالتالي نأخذ ثمانية سنتيمتر وقسموها لأنه علاش لأنه هو عبارة عن مربع لأنه عبارة قاعدته عبارة عن مربع سنتبه السؤال ثم الرصفاء نأخذ واحد الرصفاء اللي بغينا مربع إذن هنا سوف نأخذ واحد المربع إذن جوز سنتيمتر لأنه لم أرقيتش مساحة بالصراحة لا مشكلة على أي مهم أننا فهمنا شنو نطلب هذا بالنسبة لهذا القاعدة هي هذه ثم هنا سوف نأخذ قاعدته مربع فهنا نكون فيها جوز سنتيمتر حتى إذن هذا وقت ١٠٠ هنا كذلك هنا جوز 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 هذا كلهم مربع أضلاع متقاييسة لأن قاعدتهم مربع هل القاعدة نتعو فيها؟ هنا السؤال نحسبو المساحة الكلية إذن هذا هو هذا الشكل نحسبو المساحة الكلية إذن كذلك نحسبو المساحة الكلية لدينا ارتفاعه وعندنا قاعدته كذلك إذن أولاً كذلك نحسبو المساحة الكلية كذلك نحسبو المساحة الكلية كذلك نحسبوا المساحة الجانبية لدينا مساحة القاعدة لكي نحسبه مساحة القاعدة لدينا هذا الضلع لدينا الموحيط مساحة نحصل من المساح الجانب نطبقه في ناهية الحالة كما كنا نحسبه بالنسبة للأسطوانة نحدده ضلع المربع المربع هو القاعدة لأن القاعدة عبارة عن المربع لكي نحدده ضلع المربع سوف نقسمه كنعرفه بأن المساح الجانبية ماذا ستفعل؟ هي ب باز فو اش ب باز هي عبارة عن مربع اش عندنا عنا اش هو سبعة فصيلة خمسة هذا هو ارتفاع يعني ان ب باز فو سبعة فصيلة خمسة لكي نسوي المساح الجانبية اللي هي مية وخمسة اذا لنشكلتنا اذا لمَنزل نحدد البيدوباز بنائم نحذر ما؟ اذا البيدوباز وهي محيط المربع ينملك المربع اذا سوف يدفاع يتصوي مية وخمسة من قسمها على سبعة فصيلة خمسة إذن هذه هي P2V إذن سنلقها بالسنتيمتر مربع إذن نقسمه 150 على سبعة قصة إلى خمسة سأعطينا 20 إذن هذا العشرين هذا العشرين هي محيط المربع الذي من خلاله سنلقى هذا الضلع وسنلقى مساحة المربع لأن المساحة الجانبية لدينا ولكن ما لدينا هذه المساحة الداخلية المربع ماذا قدرنا؟ نقلبنا على الضلع لكي أعطاه لنا المساحة الجانبية ارتفاع لكي نجد المحيط هذا محيط المربع إذا نريد أن نضلعه ماذا يفعله؟ الضلع سيكون يفعله إذن A يفعله 20 على 4 لماذا؟ لأن محيط المربع هو مجموعة أربعات الأضلع A زائد A زائد هي أربعة أ إذن أربعة أ تساوي عشرين يعني إذا نريد أن نقسمه عشرين مدام نريد عشرين على أربعة أ إذن سأعطينا خمسة إذن خمسة سوينسيوم متر إذن هذا هو الضلع للمربع إذن ها نحددنا الضلع المربع خمسة سوينسيوم متر أربعة 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 أرب هو ما عنديش الضلع. إذن المساحة الجانبية هي 150. إذن هذا الشي كله ديسيمتر بطبيعة الحال. ديسيمتر. إذن استطال ماذا ستساوي؟ إذن كتساوي 150 زائد 25. فهاش؟ جوج. لأنها 25 مساحة القاعدة المربعة. نضربوها ونضربوها المساحة الجانبية. ونضربوها المساحة الجانبية ونضربوها. ديسيمتر مربع. نضربو هذا الشيء يريد التركيز. نقوم بها دائما وأقررها لأنها تركيز بزر. إذن نتقل للتمرين الآخر. نحن نقلل الاراترال. الاراترال عن نضربوها المساحة الجانبية. لابده ثالثانيا إنها سألخذ السيلاندر. ها هو الاصطوانة. ونضربوها المساحة. لنضربوها المساحة. يجب أن نضربوها الثانية. لدينا السيلاندر. السيلاندر هو المساحة. هو المشور إذن ما نحسبه أولا اس لطار ثم اس دفاس ثم اس طوطال نفس الأسئلة إذن بالنسبة للبريزم البريزم هو هذا إذن البريزم اس لطار نفسه ما هي محيط شبه منحارف أن هذا الخمسطاش هي هذه إذن هذا زائد هذا هذا زائد هذا في أش باش تلقوا المساحة الجانبية اس لطار إذن خمسطاش زائد ستة زائد ستة زائد سبعة إذن خمسطاش زائد ستة زائد سبعة نضربوها فاش فلصيفة عن ساعه اللي هو عشر إذن ثم غاضي نحددون المساحة باش بالمتر مربع دونك هاليا دونك عنا ستة ستة تناش دونك تناش والخمسطاش سعطينا سبعة وعشرين سبعة وعشرين ربعة وثلاثين ربعة وثلاثين فاشرة ثلاثمائة واربعين ثلاثمائة واربعين متر مربع هي مساحة المساحة الجانبية نتع بريزم مساحة قاعدتي مساحة قاعدتي عندنا المساحة نتعه هو عبارة عن شبه منحريف هالا باز الكبيرة هالا باز الصغيرة كالساوية وهارتيفة سنطبقه إذا لدينا المساحة 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 ارتفاع منحريف خمسة ثم نقسم على اثنى نقسم على اثنى نقوم بعملية حسابية هذا الشيء 15 زائد سبعة مضربة خمسة نقسم على جوش 55 سنتيمتر مربع 3 350 منحريف المساحة مشور بالقابية تساوي 37 المساحة öst وهذا 450 450 سنتيمتر مربع 3 ماتر مربع هذا بالنسبة للموسور بالنسبة للأسطوانا أعطونا الدياماتر قصة التركيز الدياماتر الذي هو القطر لا أعطونا شعار أولا الدياماتر نقسمه على جوج الدياماتر خمسة إذا كان الدياماتر كيساوي خمسة ما حالك يساوي الشعاع ما حالك فصيلة خمسة إذن سنتعاملوا مع الدياماتر في المحيط ونتعاملوا مع الشعاع فش في المساحة إذن السلطيرات ماذا تساوي؟ إذن هي الدياماتر الدياماتر الذي يساوي خمسة نضربه في ثلاثة فاصلة أربعة عشر ونضربه في ثلاثة فاصلة أسطوانة التي أعطوناك تساوي عشر إذن ندروا عملية حسابية لتلقوا مساحة جانبية إذن خمسة ثلاثة فاصلة أربعة عشر مية وسبعة وخمسة سنتيمتر مربع إذن هذه مساحة جانبية دي الأسطوان مساحة القاعدة 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 لدينا الشعاع ما الذي يساوي الشعاع؟ الشعاع يساوي خمسة جوجونس إذن جوجونس جوجونس في ثلاثة فاصلة أربعة عشر إذن جوج فاصلة خمسة في ثلاثة فاصلة أربعة عشر إذن تسعتاش فاصلة ستمية وخمسة عشر سنتيمتر مربع ما هي المساحة الجانبية؟ المساحة الكلية إذن هي الجانبية زائد جوج من المساحة القاعدة إذن لدينا المساحة الكلية ستساويها وسبعة وخمسين زائد جوج في ثلاثة فاصلة ستمية وخمسة وعشر ستساوي مية وسبعة وخمسين زائد جوج مضروبة في ثلاثة فاصلة ستمية وخمسة وعشر إذن نتيجة النهائية هي مية وستة وتسعين فاصلة خمسة وعشر سنتيمتر مربع مية وستة وتسعين فاصلة خمسة إذن هذا كل ما يسعلق بهذه الحصة فعلا هنا متأكدون جيدا من هذه الأسلطرة هذه استوطال إذن فعلا إذن هذا إذن هذا هو المطلوب إذن مساحة جانبية ومساحات كلية إذن هذا كل ما يسعلق بهذا بعض الدرس حول المساحة الجانبية والكلية إذن تمرين صراحة يعني في غية الأهم صراحة ولكن كتبغي تركيز كتبغي الضبط إذن موعدنا مع حصة قادمة بحولها صراحة